السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي تلاميذ الأعزاء هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على درس الفعل اللازم والمتعدي من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي إذن صفحة 69 ألاحظ وأكتشف أقرأ جمل الجدولي وأحدد عناصرها إذن لدينا هنا بعض الجمل سنحدد عناصرها يعني من فعل وفاعل ومفعول به جلستي الجدد أين هو الفعل في الجملة؟ هو جلستي جلستي الفاعل الجدد جلستي الجدد إذن مفعول به ما عدناش مفعول به في هذا الجملة ترقص النساء الفعل ترقص الفاعل النساء إذن هذه الجملة أيضا لا تجتمل على مفعول به تذكرون فقط من فعل وفاعل يلبس الرجال أزياء فضفادة أين هو الفعل؟ أين هو الفعل؟ هو يلبس يلبس الرجال أزياء فضفادة تسهل الأزياء حركة الرجال إذن الفعل تسهل الفاعل الأزياء إذن الأزياء هي التي تسهل ماذا تسهل الأزياء؟ تسهل حركة الرجال إذن نفعل به حركة إذن أصنف الجمل بحسب عدد عناصره إذن كما كان لحظه هنا عدنا جملتين يعني الجملة الأولى تتكون فقط من فعل وفاعل أيضا الجملة الثانية تتكون من فعل وفاعل الجملة الثالث تتكون من فعل وفاعل ومفعول به أيضا الجملة الأخيرة تتكون من فعل وفاعل ومفعول به إذن هذه العناصر الجمل أحدد الجمل التي تقبل أفعالها دخول آدات الاستفهام ماذا؟ ثم أكمل الخطاطة إذن نأخذ هذه آدات الاستفهام وهي ماذا؟ ونبدأ ندخلها على الجملة ونشوف الجملة التي تقبل دخول هذه الأدات إذن جلست الجدة هل يمكن أن نقول ماذا جلست الجدة؟ لا يمكن إذن هذه الجملة لا تقبل دخول ماذا؟ ماذا ترقص النساء؟ هل يمكن أن نقول ماذا ترقص النساء؟ لا يمكن إذن هذه الجملة لا تقبل دخول أدات الاستفهام ماذا؟ نمر الجملة الثالثة يلبس الرجال أزياء فضفادة نقدر ندخل عليها ماذا؟ ماذا يلبس الرجال؟ إذن هذه الجملة تقبل دخول ماذا؟ ماذا يلبس الرجال؟ الجواب هو يلبس الرجال أزياء فضفادة إذن الجواب هو أزياء فضفادة والجواب ديال ماذا هو المفعول به؟ إذن ماذا يلبس الرجال؟ يلبس الرجال أزياء إذن أزياء هو مفعول به تسهل الأزياء حركة الرجال ماذا تسهل الأزياء؟ إذن هذه الجملة قبل تدخل ماذا؟ ماذا تسهل الأزياء؟ تسهل الأزياء حركة الرجال إذن الجواب على ماذا؟ يكون هو المفعول به إذن حركة مفعول به إذن هنا عندنا جملتين لم تقبل دخول أداة الاستفهام ماذا وجملتين قبلت دخول أداة الاستفهام ماذا إذن هنا قد نكمل الخطاطة فعل عندنا الفعل نوعان فعل يكتفي فقط ب بحال هنا في الجملتين الأولى والثانية جلست الجدة إذن هذه الجملة تتكون من فعل وفاعل إذن هذا الفعل هذا اكتفى فقط بالفاعل يعني ما احتج لنا المفعول به بش يكمل لنا المعنى دي الجملة إذن فقط الفعل والفاعل أعطونا واحد المعنى فهمنا معنى من الجملة جلست الجدد إذن هذا الفعل اكتفى فقط بالفاعل ترقص النساء فعل فاعل إذن هنا هذا الفعل هذا اللي هو ترقصه اكتفى فقط بالفاعل لم يتعدى إلى المفعول به هنا يلبس الرجال أزياء فضفاضة إذن هذا الفعل هذا لم يكتفي فقط بالفاعل اللي هو الرجال بل تعداه إلى المفعول به أيضا هنا تسهل الأزياء إذن هذا الفعل هذا أيضا لم يكتفي بالفاعل اللي هو أزياء بل تعدى إلى المفعول به إذن هذا هو الفرق ما بين يعني الأنواع الفعل اللي كنشوفه هنا اللي هو اللازم والمتعدي المتعدي هو الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول به إذن فعل الفعل عندنا فعل يكتفي فقط بالفاعل وفعل لا يكتفي بالفاعل ويتعداه إلى مدى إلى المفعول به إذن ندول فرق ما بين الفعل اللازم والمتعدي الفعل اللازم هو الذي يكتفي فقط بالفاعل والفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بالفاعل ويتعدى ديك شعش كنسميه المتعدي كيتعدى لنا الفاعل إلى المفعول به إذن نمره الاستنتاج الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به والفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله بل يتعدى إلى مفعول به تفاهمنا؟ إذن وباش كنعرفو الفعل واش يعني لازم له متعدي كما قلناك ندخلو عليه ديك آدات الاستفام لهي ماذا؟ إلا قبل تدخل ديك الآدات كيتسمى فعل متعدي نمرول أطبق أكمل الجدول بتحديد عناصر كل جملة وأحددو نوع الفعل فيها إذن يتقلد الرجال الخناجرة إذن عنحددو الفعل وفاعل فاعل بي ونشوفو النوع الفعل هل هو لازم أم متعدي؟ الفعل يتقلد الفاعل هو الرجال المفعول به إذن نشوفو ندخلو ماذا؟ ماذا يتقلد الرجال؟ يتقلد الرجال الخناجرة إذن الخناجر هو مفعول به إذن هنا هنشوفو نوع الفعل هل هو لازم أم متعدي؟ بما أن نعدنا المفعول به إذن فهو متعدي إذن تعدى الفاعل إلى المفعول به فاعل متعدي ترتدي المرأة ملحفاً فعل هو تداعب الفاعل الألحان ماذا تداعب الألحان؟ تداعب المسامعة إذن المسامعة مفعول به أيضاً هنا عندنا المفعول به فهو فعل متعدي إذن تشوف عندك المفعول به في الجملة أعرف بأن الفعل متعدي يعلو الإيقاع هذة الجملة واش نقدرون ندخلوا عليها ماذا؟ نقولوا ماذا يعلو الإيقاع؟ إذن هذة الجملة لا تقبل دخول ماذا؟ إذن يعلو فعل فاعل الإيقاع مفعول به لا يوجد مفعول به وبالتالي فهو فعل لازم إذن الفعل لازم هو الفعل الذي يكتفي فقط بالفاعل فعل فاعل إذن لم يتعدى إلى مفعول به فهو فعل لازم إذن كنظل بأن الدرس سهل وواضح نتمنى تعاوده تعاود وتفهمه وتتراجعهم زياد وغادي تلقاه بأنه سهل وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحسة شكرا وإلى اللقاء